وصلت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي جلسات الاستماعي لمساهمات وآراء الأحزاب والنقابة والجمعيات حيث استقبلت هذه المرة بالرباطة ممثل المنظمة الديمقراطية للشغل نحن في البداء المقترحين ضرورة تحسين الأوضاع لمعيشية الطبقة العاملة بالزيادة في الأجور في التعويضات وفي المعاشد المتقاعدين هذا بالطبع إلى جانب مجموعة أخرى من المطالب التي تتعلق بالحماية الاجتماعية بالطبع السكان الاجتماعي السكان اللائق الاجتماع شكل مناسبة للتأكيد على أهمية تضافر جهود جميع الفرقاء لإنجاح مهام اللجنة وتمكن المغرب من نموذج تنموي ناجح